أول شغلة أنا أحبب بوجه رسالة شعب السوري الحبيب شكراً كتيرًا 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 الحمد لله رب العالمي أني كنت أنا وسيلة حتى أني وصلت وجع السورية طبعاً أنت بتعرف مو بس سوريين يعني الجميع فأنا وقت الوسطت لو نيكا على شط البحر كنت نازم البلا وكنا يعني كنا على القانين بالبحر تمينيش تقريباً شي ساعتين ثلاثة على القانين بالبحر وقت الوسط على شط البحر شفت عندي صديق بالجامعة كان عندي صديق بالجامعة كنا ندرس أنا وياه بهي اللحظة أجل عندي قال لي على قال لي خي على وإن رايح وإن رايح قلت له رايح والله طالع تعبان فيرط يعني كنت كتيرًا كتير تعبان حتى لاحظ أنه تشانتاي اللي أنا لابسه كله مي يعني كنا حتى حتى بواطنا حتى لبسنا كله مي يعني هاي اللحظة وكنا كتير زعلانين لأني في أطفال معنا وانت علي أطفال ونساء وكلهم عبصرخوا وعببك وانت بتعرف هذا يعني الله الله لا يوضع حدا بهذا المكان تمام وصلت له نيك إجا صديقي قال لي قال له أغنينا موال أنا لا إراديا سبحان الله لا إراديا شاء أنا أوصل الرسالة يعني عن وجعنا تمام ما قلت له ليش هي كفاء وراي لا 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 إراديا لا إراديا أنا صحت له يم يا يم يا يم يا يم طلعت هي كل الكاميرات كلها فتلت علي طلعت طيب أحلى أطفالك عيني وانت هون عطيتك إيه صح أنا وصلت أنا وصلت أنا وصلت أنا وصلت أنا وصلت أمكان أغلب الناس بتعرف أنا وصلت على الكامب ما كان معي لها موبايل لكن معي شي حتى ما معي غير الوراء يعني تمام كنا مع القيلون أنت بتعرفوا أننا السوريين نعلق هون الوراء أبما نطلع وصلت لوني كل العالم كلها رجدت علي وقت بوسني أنا استغربت فكان صيبني شي فكرت أنه ما في غير أنا يعني قالت منين هدول بيعرفوني ولا إجي على أي واحد بالشباب ما أقول لي لك أخي إني لم أطلعت على قناة العربية اليوم زلت آآ شفناك عم تغني يا بحر عطفق علينا طلو وين أنا ولي خبر ما لقدر يانبشي ما لي خبر والله ما لي خبر يعني يعني أنا رحت بس تعبان دي أنام يعني أنا ضحت راسي أنام بس كتير كتير كنا تعبانين يعني عدت علينا ساعات كتير كتير متعبة يعني يعني هي مو بس عني أنا عن كل سوري يعني كل السوريين تعذبوا وتعبوا وعانوا يعني من هالشغلة والله يكون بالعوم تعرف أنت نحن علينا نوصل رسالة الحمد لله رب العالم طيب علاء هاي الغنية دي صر لأ بأي سنة كانت هاي ب نهاية الـ 2015 2015 طيب يعني هاي الغنية فينا نقول إنه هي سبب شهرتك يعني كتير سمعوها لكن ما بيعرفوا مين هو علاء على شمك يا رب أنا أخر شيء إجاني 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 تحياتي لأستاذ والله ما بعرف إش اسمه قال لي أنا مرح أعرفك عن حالي بس أنا عقوله عنك إنه أنت ميت قلت له قلت له يا سلمي أنا حي أنه يرزق الحمد لله رب العالمين وموجود يعني أكيد علاء يعني تفاصيل صعبة ومشاعر مختلطة كانت قبل الرحلة وخلالها يعني مثل الكل اللي أخدوا هذا القرار بالخروج إلى أوروبا في شيء خاص بعلا أو عموما إلنا التفاصيل إذا حابب يعني شو اللي أنت عشته بهذه اللحظات أو بهذه الأيام بلاي شوف أصعب شغلات عشتهم أصعب الشيء عشته أنا بحياتي وصار فيني وقت اللي بتبعد عن الأهل تمام عشت لحظات كتير كتير صعبة يعني يوم أنا تميت تقريبا شيء يدعى الشهر باليونان وما حدا بيعرف عني غير أهلي يعني طبعا أهلي أهلي أصعب موقف صار معي إذا تسألني أصعب موقف راح تزعني أصعب موقف يمكن هذا الموقف أنت بتعتبره أنه شيء بسيط تمام بس هو ألم كتير كبير كبير أكيد نسمع عليسك مرة أي تفضل كنت تبارك وطلع عنا في شيء اسمه ترانسفير يعني أنه طلع فرزنا واحدة ألمانيا واحدة أولئندة واحدة كنا نحن جينا عاد توطين نحن ما جينا ما جينا إنه طريقة غير شريعية ألمانيا جينا عاد توطين ألمانيا تمام طلع فرزنا كله ياتنا وبركنا كل واحد هذا المبسوط هذا عب بعزوف هذا عبدو وهذا عبغني وهذا يمكن هذا الموقف الله إذا أمي تسمعه راح تبكي كنا بيكين هيك كله ياتنا وكلهم مبسوطين عبغني وأنا جاي عساس إن شانا أغنيلهم تمام كوني أنا فنان يعني فبدو قللي الوالدي تليفون بتقلي نحن طبعا بالبيت تقريبا شي سبع شباب ما بوي ولا حدا يعني بدو قللي تليفون الوالدي بتقلي مرحبا ابني على أهلين ماما تقلي ماما شون تشغل التليفون بس ما رح أكمل أكثر منهم طيب شو الرسالة بتحب توجهة لأمك اليوم كيد عم تحضرك هلأ طبعا الرسالة الله خلي لي ياكي خلي أمهات العالم كلها إن شاء الله بتدوم عليك الصحة نجمع فيكم آرب وقتا يا رب آمين يا رب علاء في التباس عم يصير كثير بالناس عم تفكرك عراقي وناس بتعرف إنك سوري طيب شو قصة اسم على العراقي؟ لماذا خطرت هذا الاسم؟ ماذا قصته؟ هذا الاسم يا أخي كنا أنا كنت بحلب الوحيدة غني عراقي فعن كتر ما غنيت عراقي تعبر نحن محبتنا أخوتنا العراقيين تحياتي فراح علي الاسم سماني صديقي هو عازف أورج الله يرحمه شاب كثير كثير عمره شيد 18 سنة صار معه كمان قصة وتوفى الله يرحمه الله يرحمه فكنا عم سوي بلشنا سوي حفلات بداية الحفلات بحلب قال لي قال لي إيش رح نسميك؟ قلنا له أنه أطراح علي كم كم اسم نشوف نشوف إين هو هذا المناسب إلي إيه نطراح علينا أكتر من اسم فكتب علي إدامي اسم علاء العراقي حبيت الاسم يعني حبيت دخامت الاسم فينا نقول أن الاسم هو اختارك مو أنت اللي اخترته يا على رأسي والله طيب علاء يعني كونك شخص عاش تجربة اللجوء والخروج بالبحر والوصول إلى الاتحاد الأوروبي كيف عم تتابع قصص السوريين اللي كل يوم عم يحاولوا يطلعوا واللي عم يغرأوا ويمكن أنت يعني بينك وبين حالك كل ما تسمع قصة بتقول أنه كان ممكن أن أكون مكان هدول كيف عم تتابعها هي الأصاصة وشو يعني حكينا أخي الكريم أنا بالنسبة لي أنا لحد الآن كل ما بيشوف مقطعي قلبي برجع فيه سنين لورا برجع فيه سنين وبتذكر عذاب يعني يعني لكل شي حدا عب سافر بالبحر يا أخي لا تسافر والله العظيم والله العظيم تعب والله العظيم موت والله العظيم ما واحد بوصل على أوروبا هيكي يعني كان يعني يطالع سيران يا أخي لكل شي حدا أخي كل عربي فيتمنى لا حدا يسافر بالبحر يا أخي والله العظيم يعني كتير كتير عذاب كتير كتير يعني لحظة البحر يعني أنا لحد الآن وقت اللي بشوف المي بخاف منها يعني لحد الآن رفقاتي بيقولولي أنه أنت ما شاء الله عنك طويل وهذا ليش ما بتسو ليش ما بتروح مثلا بتسبح أو شي لحد الآن عندي يخوف منها ما أحد بحس بهذا الشي لأنه نحن جينا مثلا بالبحر فبتمنى لأي واحد لأي مواطن لأي لاجئ سوري لأي سوري يا أخي لا حدا يسافر يا أخي لا حدا يسافر بالبحر أكيد على لحظات صعبة ويعني ظروف أصعب يعني أنا إذا بقال لك أنا إذا بقال لك أنا وقت طلعت أنا وقت طلعت من سوريا يعني يعني أنا ما كتحب أطلع أول شغلة وشغلة تانية أنا وقت طلعت تخيل أنه أمي عابفيا أبوي بتقول له أم أم أبنك مات وعند نزلت أنا على التلفزيون تخيل فناس في ناس يعني في ناس لحد الآن في ناس عب تشجع بدي تطلع في ناس عب تشجع بدي تطلع مثلا بالبحر أو هذا يا أخي والله العظيم تعب تعب يعني أنت وقت عب تموت ومو بس أنت عب تموت ونحن عم نموت كمان الله يكون بعون العالم هذه رسالة هذه رسالة لكل حدا من أي دولة من أي عالم من أي حتى الأجانب يعني أنت لاحظت أنه حتى الأجانب صار يترجموا كلامي إيش عب أحكي باليوناني بالإنجليزي يا أخوتي وقت نحن وقت الواحد على الطب وقت أي عربي على الطب أو أي سوري على الطب نحن كل هاتنا عم نتوجع هذا ألم لكل السوريين بس أكيد علاء يعني ظروف صعبة ويعني عايشت ومواقف أصعب عايشت أنت وجميع السوريين اللي حاولوا الخروج إلى أوروبا طيب علاء قبل ما أختم معك حاب تسمعنا شي من مقطع الغنية لا غير يا ذكر معيونك راح نقول لك يا بحر عطفك علينا علينا والله يكفي صار بنا 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 لا تصل تغدرك وخلي أمواج حنين احنا السوريين احنا احنا سوريين احنا لك والله قصتنا حزينة الدم أعلان بشي صد تغرق انت من بي من بي من بي من احنا شن كل الناس كل احنا الناس كلها ولما نقعت ما بي جينا لك اليوم كل الدنيا خير كلها غدرت والله فينا لك هد يمواج دخيل لك بي اطفال السفينة لك بي عمر بكل سنين لك بي احلام الطفولة اللي اللي تحلم تلق مينا والله مينا لخلي ما جيك بي نيرحم وكون مثل الام علينا علينا احنا سوريين احنا احنا سوريين احنا لك والله قصتنا حزينة حزينة اخي ولي 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 قصتنا حزينة اكيد هي الاغنية لخصت جميع وجاع السوريين ومعاناتهم الله يرحم الناس اللي فادت ارواح بالبحر ويكون بعون الناس اللي ما عم تقدر تطلع وما تقدر تأمن مستقبل اطفال اطفال احنا اثرنا اشجانك احزانك كل الشكل لك لا تواجدك معنا بحلقة اليوم الله يسأل شكرا كثير على مقابل الله يسأل شكرا لك ضيف عزيز اكيد بتمنى 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 انه لا حدا يخلينا نبكي جديد بس بتمنى ما نشوف حدا ونبكي عليه بتمنى هذا الشيء لاني دعبنا كتير اختنائنا كتير وعانينا كتير اشتركوا في القناة